شاركت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الاجتماع التشاوري لمجالس الدول العضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية الآسيوية في الاتحاد البرلماني الدولي والذي عقد اليوم في مدينة لواندا بجمهورية أنجولا وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة السابعة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي وأيد رؤساء وممثل برلمانات الدول العضاء في منظمة التعاون الإسلامي البند الطارئ المقدم من دولة الكويت والجمهورية الشعبية الجزائرية الديمقراطية بشان وقف الحرب على غزة وإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان وذلك بعد أن وافق ممثل جمهورية باكستان على سحب البند الطارئ المقدم من قبلهم وأكدت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أن الركائز والأسس التي تقوم عليها الدبلوماسية البرلمانية البحرينية تسهم في مد جسور التواصل وتوطيد العلاقات بين جميع البرلمانات في العالم بما يؤكد الدورة المحورية للبرلمانات في سن تشريعات وقوانين تدعم جهود الحكومات في تحقيق أهداف التنمية فيما أكدت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين خلال اجتماعها التنسقي للمجموعة البرلمانية الآسيوية الدعم والمساندة المتواصلة للجهود التي تقوم بها الجمعية البرلمانية الآسيوية من أجل صوغ ووضع أطر موحدة لتعزيز مواقف البرلمانات الآسيوية وتبرز أدوارها في مناقشة القضايا التنموية وأشارة الشعب البرلمانية إلى أن تعاون المستمر بين البرلمانات الآسيوية والاهتمام المتواصلي ببحث ومناقشة الدور الذي تطلع به البرلمانات تجاه مختلف الموضوعات يشكل انعكاسا لعلاقات الاخوة والصداقة التي تجمع الدول الآسيوية والحرص على وحدة العمل البرلماني كما جرى خلال الاجتماعات تأكيد على تأييد البند الطارئ المقدم من دولة الكويت والجمهورية الجزائرية وجمهورية اندونيسيا بشأن وقف الحرب على غزة وإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر